ترجمة نانسي قنقر وكمل فيه طبعا قبل ما نبدأ الفقرة معاقل الرياضية النهاردة فيه مطش مهم جدا طبعا كلنا عارفين الأهل والزمالك أو الزمالك والأهلي ويا جماعة لا للتعصم أرجوكم لا للتعصم طبعا احنا المهم في الموضوع ده للأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي فيه نادي مصري هيلعب بطولة العالم للأندية ودي بطولها محبزة بصراحة للمصريين بشكل عام ومحبزة بشكل خاص ليه؟ يعني بحب بطولة دي جدا وطبعا المفترض يعني اللي احنا لما الزمالك يلعب في بطولة زي دي أو الأهلي ما بيش مشكلة يعني فرقة من اللي تلين هيكسبوا فالناس طبعا اللي هم طبعا بيسخنوا نظام التسخين واللي احنا عارفينه طبعا والكلام ده يعني أرجوكم من أجل الموضوع ده بعد المطش ده طبعا المطش ده احنا عبرنا تقريبا على ما أظنني يعني بقى أن يعني أورا ما لعبنا بطولة بالشكل ده يعني بطولة الهائي أو أفريقيا عمرنا ما لعبناها تقريبا دي أول مرة فطبعا البطولة لها مزاق خاص طبعا النهاردة النهاردة بإذن الله كده معانا فقرة مهمة جدا معانا بطل كمال أجسام كاكتن عبدو الكفوري أهلا بيكتن عبدو أهلا بيكتن عبدو الملقب اسم الشهرة فرعون أسيوت أهلا بيك كاكتن عبدو تالي مرة كاكتن عبدو طبعا عاوز أسألك سؤال هام جدا في بداية الحلقة مشوارك في لعبة كمال الأجسام عاوزين برضو نعرف قبل الموضوع ده نعرف برضو المشاهدين بيك وكده وبعد كده تقول لنا مشوارك في لعبة كمال الأجسام تمام أنا بدأت اللعبة بقلي 6 أسنين أعتبر من 2015 فدخلت بطلوات كتير جدا منهم بطلوات دولكس إلاب منهم بطلوات أحمد علي الدولية أخدت مركز سادس فيها بطلوات دولكس إلاب أخدت مركز ثالث وفيه تاكيم كان معمول في مصر في تاكيم اسمه كوسكواد أخدت مركز ثاني كان حوالي 5000 لعب مشارك في التاكيم ده وفيه بطلوات إن شاء الله بحضرها إن شاء الله في شر الاتنين اللي جاي اسمها مصر التك الدولية دي بطلوات جمدة جدا إن شاء الله رب نوفر الله تمام انت بدأت وانت عندك كم سنة؟ بدأت وأنا عندي حوالي 16 سنة حلو جدا يعني أنا عايزيك بقى تتكلم مع الشباب السن ده 16 سنة دوت يعني الشباب كلهم بيكونوا مثلا بيهتمم بالفاست فود، شوكولاتات، شبسي، الحاجات دي فإنت بعيدت خالص عن الحاجات دي ودخلت في تنظيم واجبات وروتين رياضي بالزبط أنا من صغير بعمل واجبات بنفسي ما فيش حد بيعمل لي أي حاجة خالص ولا ولدي ولا ولدتي كلهم ما فيش حد بيعمل حاجة بصراحة أنا اخترت الطريق الوحدي فأنا اللي هتحمل أنا اللي هتحمل الصعوبات اللي فيه فما قدرش بصراحة أقول لحد يعمل لي حاجة مش فادي فبس هوايدك طيب، مين مسلك الأعلى من المدربين اللي تمنات ومرنك وقبارك؟ عايزين نعرف مين مسلك الأعلى برضو مسألة الأعلى؟ آه فكاللعب يتكمل لأكسام آه اللي مرانك اللي وصل لك اللي وصلني اللي وصلني كابتان حسن الحلواني طبعا ده لي جزيل الشكر أخدني من يعني ما فيش بصراحة يعني ودعمني كتير جدا يعني من غيره بصراحة لأ مش هادر أوصل لنا في المكانة دي إن شاء الله وقف جمك يعني آه وقف جمك كتير جدا طبعا يعني في زل ما فيش حد أصلا بيقف مع حد بالأيام دي من المدربين غيره وهم عايزين فلوس منك ده بقى هي وصلنا النقطة أهمة جدا وهي علاقة المدرب طبعا باللعب هل هي مادة؟ ما فيه مدربين برضو بيقفوا جميع اللعب بشكل كبير بشكل كويس يعني وفيه مدربين بيقفوا عايزين فلوس مادة بالزبط كده صحي كده؟ بالزبط كده لا كابتان حسن وأنا اعتبر إحنا الاتنين ما فيش بيننا فرق مدرب ساعات بيكون أخ ليك وساعات بيكون أبوك في اللعبة فما فيش فرق بيني أنا وهو خالص ساعات بقى بشهره في حاجات شخصية جدا ليا فده جانب الكويس للمدرب ده الجانب الكويس للمدرب لأن فيه مدربين كتير جدا كلها ما بصراحة إنها تأخد فلوس منك وطلع منك فلوس ما يطريق في البرايفت في البرايفت ويعني في حاجات كتير جدا فده بصراحة لأ هو حبيبني في اللعبة أكتر وده الجزء اللي إحنا عايزين نتوجله لأنك لما بتبدأ الجيم ساعات بتكون محتاج حد يديك بوش قدام يديك دفع قدام فده لقيته في كابتن حسن بصراحة يعني هو بدان يتدفع لقدام وفي كل وقت ومعانا مفاجأة أنا كنت إيلك عليها قبل الحلقة معانا كابتن حسن الحلواني القابل الروحي القابل الروحي طبعا لكابتن عبدو حيب كابتن طارق كابتن حسن معانا حبيب كابتن حسن عاوس تحيب بتسأله سؤال أو توجله حاجة لا حبيب كابتن حسن أي أيوة كابتن حسن معانا لا أنا وقيته والله قابل طارق أن عبدو معانا وعبدو من الأبطال الكاميرما المتوهزة للمصر ولعب اسمه مصر ولعب مميز وعنده هدف كبير أنه يوصل الاحتراف صحيح صحيح كلمتين طيب بص كابتن حسن طبعا هو لسه كان فيه سؤال بتسيره دلوقتي بالنسبة للبرايفيت أنا مش معترض خالص على البرايفيت طبعا ده تعب مدرب بس فيه مشكلة طبعا إحنا في وقت كورونا اللعيب معاش روس سمعنا يا كابتن سمع ألو اللعيب معاش روس يعني اللي هو برضو يدفع برايفيت وكده ببعوني حتى يعني هما يراعوا حاجة زي كده المدربين ولا إيه راكا كوتش أقول لحاجة يا كابتن طارق فيه راكا المدرب أنا بوكا أنا راعي طب بوكا بس توطي تلفزيونتنا كابتن حسن وطي تلفزيونت شوية بس أنا كابتن طارق أنا راعي اللاعب بتاعي وفيه لعيبة بخش من الفلوس بخش منها برايفيت لما يتلاقي اللاعب عنده هدف وعنده طموع إنه يوصل وأنا قدر أوصله وقوله يوصل داع الحقلي عندك عبدو دا مش اللاعب بتاعي دي عبني هو فعلا بيحبك يا كابتن حسن جدا أنا بحب عبدو أنا بحب عبدو عشان للاعب مكافح وأنا بتنبأ له الاحتراس بكل كوة واللعب مريض في فئة كيلاتك صحيح هو دا الطموح يا كابتن حسن والهدف لعنا أهم حاجة المدرب مع اللاعب وأهم حاجة اللاعب ينفق معه مدرب وعبدو كمثال اللاعب المثالي لأي مدرب إنه يبقى برحام بيوصل به صحيح فعلا مكتهد صحيح مكتهد ولكل مكتهد النصيب أكيد طبعا صحيح أهم حاجة المدرب بيحتوي اللاعب بيحتويه اللاعب بيحتويه اللاعب بإنها الرياضة بالضبط فعبدو أنا تطعيت معالي إنه هو موطية وبيسمع كلام فلازم نحتويه يعني أنا أجيب في بطولة أخر بطولة لعبها عنده أربعة كيلو وأنا تكليه الزيادة وبين وزني بالضبط ساعات هو متوفر نفسكيا أنا عملتي معه كده يعني حركة مش حركة حركة خميسة حركة الذكاء تكليه قطشة وشاتماء دول أكتت عملت بي يا كوتش؟ قطشة وشاتماء دول وأكتت قال لي أغبت قطشة وشاتماء دول أخذ تكتب حدول ساعاته كان فيه سعبة مية كان قبل ماتش احنا متعودين لإحنا نسحب مية من جسمنا عشان نطلع بأفضل كوندوشن لنا أه فالسترس ساعات بيعملك ووتر ريتيشن بيرفع الميزان بيطلع الميزان أعلى من الوزن اللي انت عايزه تمام تمام فدي لعبة مدربة طبعا يا كابتن حسن طبعا نحن نشكرك جدا شكرا جزيلا وطبعا لازم تمام معنا طبعا ان شاء الله احنا بنستمتع بالفقرات بتاعتك لما تمام معنا ان شاء الله كابتن طبعا اغرابي ان شاء الله الله يخليك يا كابتن ألف شكرا يا كابتن دولوقتي بقية يا كابتن عبدو فيه أشخاص جناتها مظبوطة جدا وفي نفس الوقت إمكانياتها بسيطة إن هي تدخل مجال كمال الأجسام تنصحها باي انصحها بايها تمشي بالإمكانات اللي عندها يعني إنك تمشي بإمكاناتك إنتا ما بصش إمكانات غيرك ما بصش لعب محترف هو بيعمل إيه تمام وتعمل إزاي هو هو طريقك غير طريقه طريق محترفين غير طريق اللعبة العادية إنك تعمل شيء كويس لجسمك ده طريق وإنك تكون لعب محترف ده طريق تاني هي موضوع كلها موضوع إمكانيات وهي تبقى أزمة وبتعدى على اللعب يعني ما فيش أي مشكلة بتعدى طب بالنسبة كابتن عبدو فيه سؤال مهم قوي في الناس اللي هي بتتمرن سنة وبيعملوا جسم فيه ناس تانية بتقعد مثلا ست شهور واللي بيعودوا يعني بمعنى اللي بيعودوا مثلا فترة كبيرة وعملين جسم الناس اللي بتقعد ست شهور بتحصلهم يعني جسمهم بيبقوا أكبر كتلة عضلية من الفترة اللي هي الطويلة اللي إحنا بنتمرنها يعني إيه السبب؟ هل دي مثلا يعني وراسة؟ أو إيه السبب مثلا يعني؟ هل تأكل بتاعه؟ فيه انتظام وفيه جينات وراسية فيه جينات وراسية إنك بتكون اللاعب أساسا داخل اللعبة ممكن يكونوا أصلا عاملة عضلات قبل اللعبة فديه جينات وراسية دي ما حادش تيادر تدخل فيها خالص ممكن اللاعب أصلا ما بلعبش بط وبتلاقي عنده تمرين بط سيكس بكس عاد وفيه حاجة الانتظام إنك تعرف إيه اللي أنت مؤثر فيه وإيه اللي أنت مش مؤثر فيه مثلا زي الأكل زي التمرين زي النوم إنك تعرف إنت مؤثر فيه وتعدله وفيه جينات دي جينات دي ما فيش حد يبعب يدخل فيها خالص دي بتكون جينات وراسية مش بالسن ولا بالمش باية حاجة يعني هي مش بالسن تمام إيه بقى النصيحة اللي كان نفسك حد يقولها لك أول ما بدأت في اللعبة وما حدش قالها لك ساعدها ما تعملش أي حاجة لحد على حساب نفسك لازم تكون سعيد عشان تقدر تساعد اللي حواليك من غير من أنت تكون سعيد مش تعرف تساعد أي حد حواليك وأي حد جمدك دي نصيح علي كان نفسي حد بصراحة يقولها ليه أصارت فيك لما عرفتها متأخر؟ آه أكيد طبعا أنا أصارت فيه أصارت فيه لأنا كان نفسي حد يقولي الكلام ده وأنا صغير ما فيش حد كان بقولي ما فيش حد كان بقولي الكلام ده خالص طيب باللسبة لطبعا أنت لعيب كمال أكسام عاوزيني أعرف برضو وفاهم لهاية التلطورات كتير ففاهم بشكل كبير في اللعبة عاوزيني أعرف برضو إيه الفرق بين الكلاسيك فيزيك والفيزيك؟ كلاسيك فيزيك؟ الكلاسيك فيزيك بيعبرها عن أنك بتهتم بالجزء السفلي وبتهتم بالجزء العلوي تمام؟ ده الكلاسيك فيزيك تمام؟ وبيكون أوضاها جراء أوضاع البادي بيلنج هي بتكون حوالي أربع أوضاع تقريباً البادي بيلنج تقريباً تمام الأوضاع البادي بيلنج حوالي سبع أوضاع أو سبع؟ آه ووضع اختيار والكلاسيك فيزيك بتكون اربع اوضاع وبتكون في وضع اختياري عادي والفيزيك بتكون اربع اوضاع بس بس الفيزيك عبارته اللي هو ما ينفعش يعني بيهتمه بالجزء العلوي اكتر من السفلي يعني الحاكم بيشوفك من الجزء العلوي اكتر من السفلي فاللاعب بالفيزيك بيطلع لابس شورت لعب كمال الاجسام لازم يكون طالع جسمه كله جسمه كله عامل حجم عضلي اكبر من اللاعب الفيزيك اللاعب اللي احنا بنشوفه على البحر على الشاطئ ومعانا دكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريكي والرئيس الاتحاد الدولي دكتور عادل من السلام خير يا خالد طاري معاك يا دكتور عادل اهلا بيك طاري ازايك يا حبيبي الله يخليك يا دكتور عادل الف من اليوم مبروك طبعا حصول حضرتك على جائزة افضل اداري في العالم من رئيس الاتحاد الدولي وطبعا برضو بارك للمنتخب المصري لحصوله على مدنيات متقدمة ومشرفة الحمد لله رب العالمين الله يخليك يا كبتور مبروك يا دكتور عادل كبت الخلود بقى اهلا وسهلا يا خلود اهلا وسهلا يا خلود اخبارك يا بنتي الحمد لله الحمد لله في بطولات قادمة دكتور اه في بطولات ان شاء الله يعني في بطولة دولية هتتعمل في مصر في منتصف شهر سبراير اه دي بطولة عالمية اسمها دايمون كاب مسل تيك دايمون كاب وتعقد معها احد رجال الاعمال المحترمين الاستاذ عبدالعظيم حجازي مع الاتحاد الدولي وهي مفتوحة لاول مرة لكل دول العالم بالنسبة للبطولة الماضية اللي هي بتاعت المتخب مصر عاوزين نعرف كالفين صعوبات يا دكتور قابلتكم كده قابلت المتخب يعني اللعيبة والله اول صعوبة وكانت صعوبة صعبة جدا ان السفارة الاسبانية كانت قفلة وكانت متفتحش لاي حد كورونا طبعا صح عشان موضوع قفض لكن الحقيقة رئيس الاتحاد دولي دكتور رفايل سانتونكا من اسبانيا كلم الخارجية الاسبانية ومشكورين فتحوا مخصوص للبعثة وتمكنوا الحمد لله من المشاركة طبعا كمان التيران كان صعب لان معتدين ان احنا لما نسافر برشلونا بنسافر تيران مباشر بكل اسف مما كانت متواصر لظروف الفاظت 19 فاكرنا نسافر عن طريق بلد تانية يعني في ناس سافروا عن طريق فرانك فوت وفي ناس سافروا عن طريق تركيا فيعني كان الشعوبة شوية في الطبع طب كابتن دكتور عادل احنا طبعا المدخلة مشكفية طبعا مع حضرتك لازم يبقى معايا لكوه مع حضرتك طبعا يزدني شرف شرف كبير جدا اجيلك الاتحاد والله يعني شرف كبير يا دكتور عادل ببدي يعني لازم نجيلك هناك الاتحاد ونعمل معاك لكوه ان شاء الله اتنورني يا كابتن الله يكرمك يا دكتور الله يكرمك ألف شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور قولي بقى يا كابتن عبدو بالنسبة للتغذية التغذية يومك بيبقى ماشي ازاي الواجبات بتاعتك من أول ما بتصحى لحد ما بتصحى بصحى الصبح باكل مثلا حوالي سبتة من سبتة واجبات لسبع واجبات في التحضير في عام التحضير طبعا ببدأ يومي النظام الغذائي ولا النظام الغذائي بتاعك الواجبات اللي هي قبل وبعد التمرين بتفضل ايه بالزبط قبل التمرين بعد التمرين كجسم مثالي برضو صح يا انت أظر كجسم مثالي بشكل عام غير بقى تحضير البطول AUDIENCE بشكل عام بشكل عام بهاتم أول بالبروتين لانا البروتين هو أصابل أسري أعضلات من غير برووتين ما فيش عضلات فباة تم اول ببروتين زي الفراخ والكر برضو أكيد طبعاً لكرب أنا في البروتين بس الأول باتم اول بالبروتين زي البيض السمك الفراخ اللحمة ساعات بحط شوية برضو كارب أهم حاجة كارب بصراحة عندي رز كمظهر للطاقة اه كمظهر للطاقة ساعات بحط رز وبحط شفان بسح الصبح أكيد طبعا ده شفان ده واجبة أسية عندي وعندي الرز وعندي البطاطة دي أسية عندي برضو في الواجبات كلها بس هو ده نظام وطبعا بجانب الفيتامينات طبعا اللي بأخذها والمكملات بقا عايزين نعرف التفاصيل بقا شوية فيها لا اه كسة تقولها شوية مكملات لا ما احنا عايزين برضو نعرفها للسبب اللي الناس كلها فيه لغط في موضوع المكملات الناس كتيرا بتقولك الناس كتيرا بتكلمني بجد حرفيا يعني تقولك المكملات دي فيها مشكلة ودخلين المكملات مع الهرمونات لا 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 مكمان يا كابت انتاري بالنسبة للسن بتاعه كمان محتاجين نعرف بالضبط ايه استخدامك للمكملات لان كل الشباب عايزين يعرفوا انت بتاخد ايه بالضبط في المكملات لانك انت يعني كنت بتبتدي الرياضة بتاعتك من سنة ستاشر وسبعتاشر يعني تحت التمنتاشر فعايزين نعرف انت استخدمت ايه وفي نفس الوقت الضرر بينها لو هم هيستخدمها بطريقة غلط بص هو يعني لو لو امكانتك المادية مش كويسة قوي ممكن تستغن على البروتين اللي هو البروتين شيك مثلا ممكن تستغن على الكرب تمام موجود في الرز والبطاطس اه ممكن تعوضوه الكرياتين ممكن تجيبوه لان الكرياتين حاجة كويسة جدا يعني وظيفت انه هو يعني بياخد المياه كلها الوطر كله تمام بياخدوه جوه العضلات مغزون العضلات فبتلاقي العضلة فيها السرنس عالي وفيها بمب كويس جدا ده بيكون من المياه ده المكمل اللي انا بصراحة يعني مغداش نستغن عنه الكرياتين مكمل الكرب ممكن استغن عنه البروتين ممكن اعوضه بالاكل بتاعي تمام ومعظم الناس بيلوهم المكملات الغذائية قوي ها قولنا بتلاقي اللعب واخد مكمل غذائي وراح بالبيت بتلاقي والده والدته برا البيت برا البيت برا البيت لا هو مكمل من اسمه مكمل غذائي بيكمل اكلك مش اكتر مكمل غذائي بيكمل اكلك بس مرضو اكيد في استخدامه لو استخدم بشكل خطأ اكيد طبعا هنا بيكون اتضرر هنا بيكون اتضرر مثال مثلا على فكرة في حاجة الكرياتين مثلا كرياتين دا كرياتين برضو لازم مشرب حوالي 7 لتر مية في اليوم طيب هو بالضبط دي الفكرة ان اللي مايقدرش يشرب اللي مايقدرش يشرب 7 لتر مية في اليوم مايستدموش طب احنا مشررد ببرو جشي لنو بيعمل لود على الكلة طبعا فطبعا يعني انا بتكلم على السن مثلا بتاعي اقل من كده ممكن لأ ما نصحوش بي يعني اقل من كده لأ بص يعني برضو في حاجة مهم قوي بالنسبة للناس اللي تاخدوا مكملات اللي هم عوزين يضخموا انسى بحاجة ليه ايه كل انسى بحاجة ليك الاكل لا انا بكلم ماشا طبعا ده طبيعي الاكل مع المكملات جز يتجزق الاتنين مع بعض يعني لازم يقوم مع بعض انا بتكلم على المكملات نفسها الحاجة اللي هي بتدي ضخامة مع النظام الغذائي هكونا عارفين لازم نظام الغذائي مع المكملات تمام وطبعا المكملات طبعا ده يعتبر نظام الغذائي برضو بس اعاوز اعرف يعني مثلا النتروتيك ده حاجة كويسة او مثلا السيري اسميس انا في بلاتي انا استخدمت السيري اسميس بصراحة بس السيري اسميس حاجة كويسة جدا فأيامها بقى بس في حاجة لازم يدي النحيف ياخدو اه بالصراحة انا كنت نحيف انا كنت حوالي 55 كيلو او 50 كيلو فاخدت بصراحة السيري اسميس عامل معي حوالي 15 كيلو تمام حلو بس برضو اكيد بشكل معين ومعيار بشكل معين ومع شرط معي برضو ومع شرط معي برضو ما ينفعش ما اخدو وما اكلش الزبط هي دي بقى نصيحة ليهم لازم اكل ضحد ضحد لا 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 منفعش توهمل حاجة لوحدها مستحيل تماما واحدها كل حاجة بيتكمل حاجة طب في بداية العب ياقدف في الاول ولا يستنى ثلاث ا4 شهور كده لا لا انت منصحش يعضو في واول لانك ان�stä في الاول اساسا انت بتعمل عايست اعمل الياف انت عايست اعمل الياف فهةاخد حاجة every time تديك الى البوش اللي انت عايزه في الاول هم بهم قصدية يعني انت دلوقاتي داخل الجيم عايز تعمل حاجة كوايسة ابدأ الأول شهر شهرين ثلاثة أربعة شوف النسب يتحسن جسمك قديه ولما تعمل عطلات وتعمل أليف ابدأ بعد كده فكر في المكاملات ما تفكرش في المكاملات في بداية طريقة لازم يروح للدكتور؟ طبعا عايزين برضو السؤال ده مهم جدا على فكرة كابتن الخلوط طبعا يا كابتن طارق مهم جدا أنه يروح للدكتور في الأول طبعا هيشخص حالته يشوفوا إذا كان عنده أمراض بالضبط كمان هيحدد له كمان ياخد أي نوع من البروتين أو الكربة والحجاب تلك؟ لا أهو الدكتور ممكن ما تعرفش حدد انا عايزينك تقول لنا بقى وتقول لنا لا الدكتور ما تحددش الدكتور ما تحددش الدكتور ممكن شخص انت عندك إيه واللي انت تتجنبه واللي ما تتجنبهش طب فيه بقى سؤال يمس القلب قبل السؤال معلش كابتن خلوط فيه عاوز تعلق على الصور دي مثلا كان المناسبته إيه الصورة تحت كابتن حسن دي عاوزيني أعرف كانت المنازمة بتاعيتها كانت بطولة إيه؟ عايزين كابتن عبدو اه كبتل عبده لا ده كانت الحسن برضوا اللي كان عامل مداخل اللي احنا عاوزيت كبتل عبده ايه صورة ليك فيك فبطولة مع كبتل حسن او كانت في كبتل حسن يعني ده مгляд اكسر psora هي ده الصورة عليها بعدما الإ 클�clerm بعدما بخلصت البطولة ماروح اعمال tsaicn tsuyre ده بعد البطولة ده الصورة اه دي ايوة دي دي كانت breath دي كانت بطولة احمد علي برضو نفس السورة التالية نفس الصورة تحت كابتل حسن برضو هي هي البطولة دي كانت فين؟ دي كانت في السادة الكيارة كانت بصورة طولة صعبة جداً وأنا عشت فيها بصراحة أيام صعبة جداً لأن كانت الإمكانيات بسيطة جداً وكنت تعتبر مجهز بقل شيء بقل حاجة تطالح المسرح وخدت فيها مثلاً خدت فيها مركز سادس سادس؟ خدت فيها مركز سادس اه ما عرفش بصراحة سادس إزاي بس يعني يعني فهمت؟ ممكن بالزبط يعني مركز سادس في بطولة دولية مركز سادس ومشهورة دولية وأول حاجة بصراحة يعني أول بطولة دولية خشها مركز كويس بالنسبة لي وأنا مجهز بحقشيء لا يذكر آه 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 في بقى سؤال يمس القلب أنا لقيت على السوشيال ميديا عندك في مقولة كده كنت كتبها ممكن تلاقي اللي بينتقدك هو هو اللي بيحاول يبقى زيك كنت بتقولها لمين؟ دي كنت بقولها لناس كتير قبل ما تكمل كلامك عشان تعرف بس اللي احنا برقبينك كابتل خلود جماعة ملأة ومرأة المعلومة دي بصراحة الله ينور عليك تفضل دي قلتها لناس كتير قوي بصراحة كانت يعني مش بتشجعنا خالص وكانت نفسها تنهينا خالص يا موظي وأنا بخوش الجيم بحاس إن كل اللي العين عليّ أنت بتعمل إيه؟ أنت مفيش أكل عشي من أنت بتعمله ده أنت مش هتوصل أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا فأنا أتخطي الطريق ده ده طريقية مفيش حد اللي الحق اللي الحق إن هو يقول إيه؟ وأكيد لقيتهم بقى من وراك بيسأله هو إزاي يوصل لكده هو إزاي عايز يعمل كده هو إزاي بيوصل لكده فهو بياخد إيه عشان يوصل إيه يعمل كده فليت ناس مرأباني مرأباني في الجزئية دي اللي أنا ابتديت أصلاً صغير وابتديت مش معاي حاجة أنا فاكر إن إحنا كنا بدقين أنا وخمسة صحابي كنا بنشترك في علبة مكملة على فكرة عاوز أقول لك على حاجة مهمة الغيرة في أي لعب الرياضية سألنا أنا لعبت جودو لعبت كمال أكسام لعبت باركور لعبة اسمها باركور دي تقريباً في ناس كده عرفها لعبت العاكف ترقوي الغيرة في كل الألعاب الرياضية إيه السبب أنا معرفش من توضع لله رفع ده اللي أنا أعرفه فكمال الأكسام بتبقى أزدت صحة كابتن خلود آه طبعاً طبعاً بتبقى أزدت شوية بالنسبة لكمال الأكسام أزدت شوية طيب هتسأله أنا عايز أعرف بقى بالنسبة للجزء السيدات بتتعامل معهم إزاي وانت بتمرنهم تطبعاً بتمرن سيدات ورجالة آه ساعد بمرن سيدات وساعد بمرن رجالة بس السيدات أو بتعبوني بصراحة آه بيتعبوك في إيه بقى؟ بتعبوني بساعات بيلعباته في الأكل في الضيت آه الرجالة بصراحة الساعات برضو ملتزمة جداً الرجالة ملتزمة جداً بس ساعات برضو بيحصل ضربات برضو وبيبطلوا تمرين وساعات بيبوازوا في الأكل أكيد جات لك واحدة قالت لك أنا عايزة أضبط جسمي بس خايفة أشيل حديد عشان ما يطلع النشارة آه لا أما يعني السؤال المعروف المتابع آه لا السؤال ده يعني بصراحة بشوف ناس كتير قوي بتسألوا كنت بتفهمها ازاي بقى يعني بتوصل لها المعلومة ازاي وتكون مقتنعة بيها؟ بتكون مقتنعة بيها بقول لها دلوقتي هيرموني تس السورون بنسبة كبيرة جداً عند الرجال صحيح غير سايدات فأنت حتى لو شلتي حديد طول عمرك مش هتلعلك عضلات مش هتلعلك عضلات هو بس فكرة الحديد فكرة الأجهزة إنها بتعمل شوية اليوكا عندك تمام؟ وبتشد جسمك معه الكارديو مع اللعب الكارديو بتشد إيه؟ بتقلم الإصابات برضو الأجهزة آه بالزبط كده بتشد الجسم مش مش هتلعلك عضلات مش لو لعبتها حديد مش هتلعلك عضلات بس في حاجة الناس اللي بتشوفيها بقى في الصور والكلام ده دول حاجة تانية آه أقولك هي عبارة عن استرويد يعمل استرويد فبيعلم عهم هيرمونة التسسيرون تمام؟ بيعلم عهم هيرمونة التسروفة طبعا بيعمل يعني برضو مش هيدي الدخامة خلي بالك الدخامة العضلية مش هتبقى هي برضو بالزبط يعني عمرهم هيوصله لا عمرهم هيوصله لحجم الرجالة طبعا لا طيب 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 الإرادة بقى سيادات أكتر بكتير بصراحة سيادات منتظمين جدا لهم عنديين منتظمين جدا عايزين يعملوا حاجة عايزين يعملوا حاجة بالزبط ساعات بقى الراجل مثلا عندي فرح عندي عزومة عندي مش عارفة لهو انت تسجوط لي جسمي في اسبوع آه يخشيني كده الجيم عايز بقول لي انا عايز اعمل فرما زيك في شهرين ثلاثة اقول لي شهرين ثلاثة ايه يا ابن دول بقول لي لا انا عايز اعمل كده اخيرا عشان الفكرة بتاعي طبعا انتهت انا اخد زيادة مذكورين يعني سحب الميا انت تدخل بطولة عاوز اسحب ميا من الجسم السؤال ده عارفك انا بتسئل كتير قوي انت طبعا بتسحب ميا ازاي عشان دخل على الطولة او قادم على الطولة اصلا في فرق ما بين اللعب الطبيعي واللعب اللي بيكونش بطولات اللعب الطبيعي حياته غير حياتنا خالص اشرب ميا كتير للعب الطبيعي اشرب ميا كتير هتنزل طبع ميا كتير اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طب الاملاح السوديم السوديم طبعا ده سبب الرئيسي الاصوديم اتبتاخد املاح فيه ناس يقول لك فاتاخدش املاح عشان الميه الميه املاح بتعمل ميه بتعمل ميه بس مافيش حد يطر يعيشه من غير ملح على الأقل حتى كل اسبوع مثلا ممكن اقلل منها قصدي تقلل منها تمام لكن تتعايشه من غير ملح لا صعبة احنا انا ما بوقفش ملح ولا حتى يوم البطوله مافيش غير يوم البطوله بس هو اللي بوقف ملح هي بكذا رأيي يا كابتن طالب اه بكذا رأيي بكذا رأيي اجسام طالب اللي انا عمله مش هنفع انت تعمله نظامي مش هنفع يمشي معك انا ساعات باكل 7000 صح حراري 7000 كالوري وبانشف في غير ممكن ياخد 1000 ونص وماينشفش طبعا فيعني كما لأجسام ملاش كوانين ملاش كوانين وفي مشكلة برضو على فكرة من قبلها برضو كابتن خلود معايا كابتن عبدو الدراسات بتتعمل دراسة كل سنة او كل فترة بتبطل الدراسة اللي قابليها فدي تلاقي مثلا ايه اللي هو المدرب عارف الدراسة اللي بتاعت السنة الحالية في دراسة هتعاملت جديدة ما عرفهاش فييجي واحد مثلا لايه بيقولك لا يكون هو متابع الدراسة الجديدة فيحصل لغط ايه ما هو طبيعي انه لازم المدرب يبقى متابع اول باول الابديت بتاع المعلومات كلها بالزبط بالزبط وبردو جانب الخبرة طبعا ومع المعلومات باردو اه جانب التطبيق لازم يطبق ويشتغل مع كزا جسم عشان يعرفوا ايه الجسم ده اللي بيجيب مع ده ويه الجسم اللي بيجيب بالزبط اجسام مختلفة بالزبط كل جسم لجيناته وكل جسم لنظامه ما ينفعش اخد نظامك اطبقه ما ينفعش نظامك انت اطبقه انا في عندي والعكس طب هي اللعبة دي لعبة مادة لعبة فلوس امكانيات وانا مش محتاجة امكانيات هي محتاجة امكانيات جنب جنيت يعني مجر امكانيات مش هعمل عضلة لا هتعمل عضلة بس مش هتبقى العضلة اللي هي اللي أنا محتاجها مش هتبقى العضلة اللي انت بيشوفها مع اللعبة المحترفين دول حاجة تانية دول حاجة تانية وانت حاجة تانية بس ابسط حاجة انه هو يزبط جسمه ايه؟ ابسط حاجة انه هو يزبط جسمه يعني يزبط جسمه هيعمل فرمة كويسة جدا طبيعي أنا فتكرة أنا يعني بقى لي سنة أو سنة ونص كنت ماشي شغال عملت في الموكوسة جدا طبيعي مغير أي حاجة حلو جدا لأن معظم الشباب يقولوا لا إحنا لازم أي مكمل معنا عشان يزبط معنا جسمنا طب اشتغل طبيعي الشغل طبيعي الأول شوف أنت شوف جسمك هيعمل إيه الأول جرب جسمك جرب أنت عايز تختصر والاختصار وحش في كمال الأجساء أهم حاجة في لعبتنا الصبر والعزيمة والستمرية والالتزام أهم حاجة دول والنظافة الشخصية آه يعني طبعا موضوع النظافة الشخصية ده أنا يعني الموضوع ده كبير قوي في فواحات بتبقى في الزم عامل مشاكل أنا معرفش بجد يعني عاوزين ننصح الناس دي يراعوا الناس اللي بتتمر بجد يعني موضوع ده في ناس كتير كلمات لي فيه أنا عن نفسي أول ما بروح مثلا في أي جيم طبعا أنا بلع في كازة جيم الجيم واحد أي أن كان إيه الجيم لما بروح بلاقي في عدم نظافة شخصية أروح لافي في الجدول زي ما بيقولوا أروح إيه آه مرشدين الوراء على طول يعني طبعا نقول لهم إيه الناس دي نقول لهم الله يعني وأنت بتهتم أكيد أنت في بيتك كده طبعا أنت في الجيم كده أكيد أنت في بيتك كده فيعني تهتم في نفسك شوية وتهتم بالحواليك شوية بس إيش أكيد طبعا تحبت السؤال إيه سؤال ولا حاجة؟ بس أنا أعزى السؤال كده طبعا تحبت السؤال أو سؤال؟ عايز إيه؟ آه أسأ السؤال للناس اللي هي بت يعني قول كلمتك للشباب اللي هما سبعينك دلقتين ماشي الناس اللي بتحبت تمام؟ والناس اللي بتبص المظهرك الخارجي قبل ما يبص أنت بتمر بإيه وبتعمل إيه في حياتك عشان توصل للجسم ده تمام؟ أنت بتستغنى عن حاجاتك كتير قوي لعب كمال لك سام بيستغنى عن حاجاتك كتير قوي في حياته عشان يوصل لهو عايزه لعب كمال لك سام ممكن ما يخرجش مع عيلته ممكن ما يعيش حياته طبيعية زي الناس ممكن يكون بيبص على هدوم وهو نفسه فيها بس أنت كمان نموذج للسن تحت العشرين فدي حاجة يعني مميزة جدا يعني أنا فخوره بيك بصراحة يعني نحن فخوري فيك بس أنا عاوز سألك السؤال برضو يا كابت الخرود مهم قوي العين أنا كلنا يشوفنا وضوع العين وما أدراك ما العين يأمن نفسه بقى آه يعني الناس دي برضو نقولها إيه عشان خاطر يعني فيه ناس بتيجي أنا أعرفهم شخصية ناس كتير قوي عن فكرة بيقعدوا ما بيتمرنوش بيقعدوا تفرجوا على الناس اللي هي بتلعب الأبطال وطبعا البطل ده بيروح مجرد ما بيروح معي وعكيد حصلت لها كتير وحصلت لنا كتير حتى يعني بشكل كبير وناس وقعت كتير طبعا كابت الخرود تعرف الموضوع ده طبعا موضوع العين نعمل إيه بقى مع الناس دي عشان خاطر الموضوع ده ممكن يكون هو شايفة كدوة دي فبيقلدك عالده بقى زيك ممكن يكون هو بيحسدك وقف على دي بيقلدني أنا أبقى معاه أنا بصراحة آه أقف معاه وقف وظهره ومرنه بالضبط كده لكن ما يبصلي ببصت حب آه الحسد آه إنك عندك نعمة فهو بص للنعمة ربنا ما ديها لك ببصي ببصت حب بمعنى إيه اللي أنا ببصلك كابتل عبدو مثلا إيه العضلات دي ده عامده عضلات كبيرة آه أيكا فالعبدو الردود أفعلك إيه ردود أفعلك إيه لما بتلاقي حاجة زي كده وأنت بتتمرن يعني حد جنبك ساب تمرينته وعمل لك كده عمل لك كده بقوله خش تمرينته كتش لو عايز أي حاجة أساعدك أنا فيها بس ما تعطيش نفسك مش هادر أقول له أفتهمك كده بصراحة روح يا ابني لعب جم لأنك إنت برضو في الأول و في الآخر انت عايز برضو الشخص اللي داخل الجيم عايز تخليه يكمل مش عايز تخليه محبط وعايز ممكن اصلا ما جيش تاني ممكن بكلمة منك كويسة تخليه يكمل في الجيم ماذا؟ وممكن بكلمة وحشة منك ممكن ما يدخلوش يجي تانا اصلا فانت بتحتوي اللاعب ده وبتسهيمه الصح من غلط ما ينفعش يا ابن تلاكز في تمرينك ما تنفعش تبص لحد يلعب فانت تنسحه برضو لانه ممكن اصلا يسيبه للجيم ويمشي خالص بسبب كلمة وتصرف وحش انت بتدوله برضو في حاجة مهمة جدا طبعا الاعداد بتدي له فرصة يعني كطر خيرهم يعني هم معجبين بالحلقة جدا وقالوا لي معاك كم ديقة زيادة يعني فانا باشكركم طبعا الله يكرمكم الله يكرمكم دلوقتي طبعا اللاعب في لعيب كبير وعنده طبعا عضلات ودخمة عضلية فبيجي لعيب مفتدئ اللاعب الكبير ده ازاي انا بس انا عاوز العب بلنج بس انا عالي ازاي اللي انا اجي واسيم يعني ازاي اللاعب ده يجي وياخد مكاني ما ينفعش انت فاهم قصدي ايه يعني انا با لعب بلنج بس انا عالي وحطت اوزان طب لا اصبر يا ابني بس ما خلص بتتصرف ازاي ده بتحصل بتحصل كتير حصلت قدامك حتى حصل قداما اه فيه فيه ناس بتعمل كده بس بصراحة يعني هو انت في جيم لازم تكون ااخد الموضوع كله يعني بتعاون مع الناس اللي في الجيم ما ينفعش يعني انت مش هتحتل لاجهزة مش هتلعب لاجهزة واحدة لا او فيه احتلال ده حرفين مش هتحتل لاجهزة لا انت العب وخالي غيرك يلعب مش شرط ان العب او انا كبير حجم مثلا ومش عايز حد بقى في الجيم وخالي سيلعب لا طيب هي لعبة كمال اجسام زودت لك ايه بشخصيتك زودت ليه حاجات كتير بصراحة ايه سكة في النفس يعني وخلتني حد تاني بصراحة يعني خلتني حد يعني ممكن اسمع اشتيمة بودني وبفوتها هدوء نفسي لا فيها هدوء نفسي فيه ناس فاكرة اللي بلعب كمال اجسام ده اللي هو بيدرب الناس في الشارع بيدرب الناس في الشارع على فكرة بص انا بقى لي يعني كتير يعني ممكن اعدل 15 سنة في اللعبة دي فشفت ناس كتير وشفت ابطال وشفت وشفت حرفيا هي فيها ناس كتير قوي ما شاء الله علوم عندهم هدوء هدوء وتأني في المشاكل صح ولا انا والعكس فيه برضو ناس برضو طيب تبقى زيادة تساقى بالنفس اكيد طبعا اكيد مثلنا الاعلى بيد رامي يعني الراجل مش بيعمل اي حاجة ممكن تسيء لشخص يعني لو حس انه ممكن بكلامه هو اصلا محترم جدا لو حس انه اتكلم بطريقة وحشة مع حد بيروح يصلحه وده كنت قولينا مثلنا الاعلى في مصر اولمبيا ان شاء الله هتلاعب في سنة 2020 في شهر 12 نتمنى له التوفيق ان شاء الله طيب صحابك بقى فيه مين اللي كمل معك ومين اللي وقف نص الطريق وقالك سلام عليكم والله صحابي هم اربعة كان اربعة بس اول واحد داخل شهر هم اصلا شجعوني يعني اصلا ابتدت زي اي حد عادي كان نفسي اتخن بس شوية نفسي اتخن شوية فروحت للدكاترة كانت الاول خالص اه مفيش حد اصلا يعني في الدكاترة كلها مفيش حد عارف يساعدني بصراح ان اتخن فيوم في الايام كده كنا في الشارع فقلنا يلا نطلع الجيم يلا نشوف الناس بتعملي فوق فروحت الجيم فقاليت يعني جو غير جو عالم تاني بصراح حبيت اللعبة والشدتة الاكتر الشدتة للعبة اكتر فالصحاب الأربعة قالوا اللي ماشي احنا معك و كده اول واحد قاعد شهر هي ماشي ثاني واحد قاعد شهرين هي ماشي ثالث واحد كمل معها 4 شهور هي ماشي دا دا في التمرين في التمرين فالدعم بقى فالدعم النفسي في الدعم مادي او المادي لا الدعم النفسي الدعم النفسي اه بصراحة يعني مفيش حد اويس جامبيenda 35 خالص في بداية اللعبة انا حتى اهلي ساعد كنت بتعرض لانأهلي نفسي أهل نفسهم بتعرض للانتقاد منهم بس أنا مكمل في طريق هم فخورين بيجردتش هم أكيد بيشوفوا لا يا بصراحة أمي أمي دلوقتي اللي معاها دلوقتي في اللي أنا في دلوقتي طبعا بعد ما يعني عرفت لأنا عندي علم وخلاص مش يستغن عنه فهي معايا بصراحة فيه خلاص يا ما عنداش حل تاني هي معايا فيه قول لها كلمة بقى يا الحج بحبها بقى يعني يقول كلمة للحجة ووجه رسالة للمشاهد للشباب اللي هم هينتدوا يتمرونهم الأول جديد يعني طبعا أبو يا أمي ربنا يخلوهم لي وهما يعني ممكن نكونوا في البداية ما كانوش بصراحة بشجعوني قوي أو بعمسوني في اللعبة لأن اللعبة طبعا ماديات كتير قوي فهما كانوا متضايقين من الكصة دي إن أنا بصريف فلوس بصريف فلوس كتير قوي ويعني هم عايزين أستفاد من الفلوس دي فهما متفكرين إن اللعبة لعبة فلوس إحنا بنحب اللعبة إحنا مش يعني مش عايزين فلوس منها أنا كفاء إن أنا بحبها مش عايز فلوس منها بصراحة الفلوس دي بتيجي بعدين أهم حاجة تعمل لحاجة اللي أنت بتحبها ما تعملش حاجة أنت ما بتحباش لأنك أنت مش هتنجز فيها دي نصحتك للشباب ومش هتبدع فيها دي نصحتي طيب طبعا يا جماعة فاضل ساعة وكسور ساعة وربع تقريبا على مبارات الأهل والزمالك زي ما اتفقنا مش عاوزين تعصب إنت أهلامي بقى ولا زبالكاوي يا كابتن طريق إليه السؤال المحرك ده سؤال مباشر أنا بصراحة زبالكاوي كل واحد بقى يتمنى الفريق بتاعه طبعا يعني بس في مشكلة أنا في ناس بستنياني لو إحنا خسرنا يعني تقريبا مش همعك الحلقة الجاية ربنا يسطر فربنا يسطر لأن طبعا أنا محبين كتير بالنسبة للأعداء يعني أيها وضع فإحنا مش عاوزين تعصوا يا جماعة صدقوني إحنا سواء الأهل والزمالك أو الزمالك والأهل إحنا الواحد المبسوطي اللي فيه فرقة بتلعب بطول التعلم الأندين أو كاس العلم الأندين طبعا مش هتتوقع حاجة ألا إيه؟ مش هتتوقع طبعا نتوقع إن شاء الله بإذن الله ستة واحد للزمالك إن شاء الله متوقع أي حاجة؟ لا ربنا يسطر أنت كده يعني هيمسكو فعلا من الشتيجي لحلقة الجاية شكرا كابتن عبدو شرفت معرفتك وموهودت معنا فخريم جدا بيك يا كابتن عبدو وانه الله يا كابتن خلود متشكر جدا على ستوفتك دي وربي يكون ضيوف وفاف على المشاهدين كابتن عبدو بطل من أبطوب كمال الأجسام فرعون أسيوت شكرا كابتن عبدو شكرا كابتن خلود شكرا كابتن خلود انتظرونا الأسبوع القادم الجمعة تمانية مساء إلى اللقاء شكرا للمشاهدة